أنا محزيني جدا أنه نكون اللحل في الوضع دائما اللحل يعتبر من أندية مقدمة في المملكة العربية السعودية عبر التاريخ يعني الأندية هو الفريغ الأنيق اللحل هو الفريغ الراغي اللحل الملكي وبرضو اللحلي بالمناسبة يعتبر قلعة الكؤوس وغير كده إنه كان أكثر أندية في المملكة بتفرد اللاعبين للمنتخبة السعودية أغلبا اللاعبين في عناصر المنطقة السعودية كان بيكون من اللحلة فحتى لاحتكار الأطراف زمن طويل جدا من عبدالجواد حسين عبدالغني محمد الشيلي يحددون كلهم كانوا أطراف تاريخه صراحة ما بيشبه الوضع له فيه ولكن أنا براه أن الأهلي أعدى نفسه عداد جيد جدا وكأنه سيفقد لعب مهم جدا هو هيسام عسيري في مباراة اليوم لكن فريق الرايد عنيد جدا مباراة الغد أنت قلت اليوم نعم مباراة الغد نعم الرايد بس عنده شوية الصعبات أكثر فريق بنوانجو لعب بصورة جماعية خطرة جدا بالذات والعجمات المفتدة ولكن الأهلي فريق كبير فريق عريق أتمنى أن الناس ممعودة صراحة سعيدين جدا بأنه الدور عاد يؤكتل على كل أسف الشي اللي احنا حزنانين عليه أنه كل المباريات في توقيت واحد